في محاولة لفهم أسباب ما حدث ويحدث في إقليم كردستان العراق ولماذا وصلت الأمور إلى هذه الحالة التي نراها اليوم من خلافات داخلية بين الأطراف الكردية من جهة وبين أربيل وبغداد والدول الإقليمية والعالم من جهة أخرى أقامت منظمة تركيش هيريتج ندوة نقاشية لبحث آخر التطورات التي أعقبت إجراء الاستفتاء على تقرير المصير في كردستان الأمور وصلت لهذه الحالة بسبب سوء تقدير القادة الأكراد للتوجهات والمواقف الإقليمية في وقت حرج حيث تنصب جهود المجتمع الدولي على محاربة الإرهاب وتنظيم داعش بعد أحداث الربيع العربي والأزمة السورية تقديرات أربيل كانت تستند إلى أن واشنطن وأنقرة سترى الأمور بالطريقة التي يراها الأكراد في نهاية المطاف وستقفان مع الإقليم بعد الاستفتاء لوقف النفوذ الإيراني في العراق وكردستان كان الأكراد يعولون على هذه الاستنتاجات وللأسف استنتاجاتهم كانت خاطئة وإذا سألنا أنفسنا هل أن كردستان أفضل حالا منها قبل شهرين من الآن فالجواب هو كلا وسوء تقدير القيادة الكردية هذا ولد لديهم شعورا وكذلك لمؤيديهم بأن واشنطن قد تخلت عن الأكراد وهذا ليس خطأ الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة لم تتخلى عن الأكراد وواشنطن لم تعد القادة الكرد يوما بأن مدينة كاركوك وآبار النفط فيها ستكون لهم وإنما هذا الأمر متروك للعراقيين وما يقررونه بشأنها أما لماذا لم تستوعب أربيل هذه الرسالة؟ أنا لا أعلم لماذا باعتقادي أن الرسائل التي استمع لها مسؤولي الأقليم من أعضاء في الكونغرس ومسؤولين آخرين قد ولدت لديهم قناعة بأنهم المفضلون لدى واشنطن وأن الأخير على أقل التقديرات ستتخذ موقف الحياد في قضية الاستفتاء وليس المعارضة وقد كانوا مخطئين في ذلك وأعرب المتحدثون عن أملهم بأن يكون ما حدث مؤخرا في كردستان والعراق سببا لأن يعيد الساس النظر في سياساتهم وأن يتعلموا من أخطائهم وأن يسمحوا لظهور جيل جديد من السياسيين ليتعاملوا مع التحديات التي تواجه العراق وشعبه علي شكور الحرة واشنطن